السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم التعلمية Code Portal هنكمل مع بعض دروس SQL وإن شاء الله في الدرس ده هنتعرف على الجمل Select طيب قبل ما نبتدي نشتغل عملي تعالوا نعرف السنتكس العامة بتاع Select وكتب ازاي هاجي كده أقوله elements of select select statement طيب تعالوا نعمل تابل كده هنيجي هنا نكتب مثلا elements العنصر اللي يستخدم element وهنا expression وهنا الرول طيب اول حاجة اول كلمة تستخدم في الجملة جملة select ود ود فتح select of select statement او select او select source وخلاص وخلاص طيب هيرجع طيب ثاني كلمة عندنا بعد select كلمة from خلاص ودي table source بتحدد table source ووظفتها ان هي set ify table to query وهو تعمل عليه query بيجي الترف بعد التبع ده في الترتيب كلمة ودي خاصة بالكونديشن دي اللي انا بعمل بيها الكونديشن نكتب فيها مثلا سيرش كونديشن نتبحس عن طريق كونديشن وهنا ما نقوله فيلترز رو رو بيجيبنا هو غروبا غروبا دي بتعمل لي group list اللي هي arranged arranges rows boy groups طيب بيجي في الترتيب بعدي group بيجي في الترتيب بيجي في الترتيب بيجي في الترتيب بيجي في الترتيب وهنعرف يعني الاجريغريشن او الاجريغريت خلاص اللي هي السيرش كونديشن ووظفتها انه هي فيلتر فيلتر group using a predicate طيب اخر حاجة بيجي في الترتيب اللي هي order pi pi تختلف عن group pi order pi اللي هي order pi list order pi list ووظفتها ما هي sorts pi the out pot وفي الفيديو الجاه نبتين نشتغل عملي ونبتين نشوف واحدة واحدة من كل كلمة من الكلمات الموجودة دي ازاي نستخدمها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته